موسيقى يزودني بالتفاصيل اذا انا مكتفي بكلامه وعندي تعليق وجواب ليش ياخذ من وقت المحكمة بتفاصيل لا هذه مو الى الحد اللي مرات قد المحكمة يضيق صدرها بسبب الارهاق بتفاصيل في قضايا مهمة ينبكي انتصر هذا الشخص محمود حسن محمد استاذ استاذ اعرف كم نموذج وكلها لان عفو استاذ انا نعم حتى بين العمر لان انا نعم واضع حتى بين العمر محمود حسن محمد الدجير هذا عمر هذا تولد مواليد رئيس الدولة ورئيس سيادة الرئيس رئيس دولة ورئيس محكمة لا لا انا اوضح اوضح لبي انه هؤلاء احداث نعم اوضح هؤلاء احداث نعم مفهوم دعاية يعني هذه الدعاية لقياس عام المضاد نعم محروفة هذه انا اعرض لك هذه الاسماء ويقول واحد يرتسل سلفي قرار الاحالة اللي انت وقعت على الاحالته الى محكمة التورة اما تقول مو مسؤوليتي بانه وانا اطلع على العمر واعرف العمر نعم انا هذا جواب ممكن ان تأخذ به المحكمة اذا ليش تسأل هذا السؤال نعم ولكن اوضح لك بانه هؤلاء 28 28 حدث دون سن الاثمانطاع السنة تم تنفيذ حكم الاعدام بهم في قضية الدجيل وهؤلاء وهؤلاء جميعا تم المصادقة على تنفيذ عقوبة الاعدام من قبلك يسأل مدعي وهذه بالادلة والمستندات الآن نعم الآن صدام حسين عنده واحدة مثل هذه بالمدرسة الابتدائية في تكريت نعم صدام حسين عنده واحدة مثل هذه نعم وجاء بها وقالوا انه جيها ما معادية لكم في يوم ما وتقول لكم حتى نال منكم من سمعتكم من شخوصكم بأي طريقة قالت لكم هاي الهوية فقط يزورون سنة الاصلاع مال الهوية صيد لو مايسش الهويات مزورة والكتاب ايضا مزور من دائرة الاحوال المدنية فضلك نعم اعلق لي على الكلام اللي اغزم نعم اعلق على هواك الكلام اللي اقوله اعلق انت هذي مستندات اعرضها عليك انت ماذا تقول بكين اخي ترى اقدر اجاوبك وقول لك ما جاوبك نعم تقدر تقول ما جاوبك اقدر اقول لك ما جاوبك نعم تقدر انت جاي ان لم يكن بقصد فهذه دعاية مضادة لا هذه تعرض على رئيس الدولة لانها من مسؤولية رئيس الدولة يعرف انه هوية المحالين انا معك لما تقول هذه مو مسؤوليتي هذه المرة الثالثة اكرر لازم تسأل سؤال محدد نعم لازم تسأل سؤال مركزي اضافة هل كنت تعلم ان بين المحكومين نعم من عمره اقل من العمر القانوني المسموح هذا سؤالك للحكم لا ليس سؤالك لما تتعرف له فيا الله جيت على السؤال نعم اعيد على السؤال اللي انت تريده هل كنت تعلم بان من ضمن المحكومين اجاوبك هم احداث عددهم 28 حدث وكذلك كان هناك سبعة او اكثر حقيقة او اكثر ليش او اكثر لان هناك كتاب ارسلته الى نفوس لاعلامي او اعلام المحكمة بانه هناك 35 شخص اخر دون سن العشرين وهذا ايضا مخالف للقام هل كنت تعلم بذلك تعليقي اولا نعم هذا قصد واضح نعم لمن دس عليكم الكتاب او لمن اقتنع باهمية ان يدسوا علينا انا لا اعتهم اياه الادعاء العام اقتنعت بان مخاطب واجاء الجواب نعم مثل هاي الهويات ترى تلقاها بسوق مرايدي اش كثر ما تريد هسا عدز لك واحد نعم يجيب لك ألف وحدة مثل هذه عن صدام حسين من مدرسته نعم اشلون عمره الآن بيثو اخوات خلو تتحكموا انتم نعم هم يعرضها مثل هاي والكتاب وعن الكتاب الصادر من النفو وعن السادة يمكن للسادة رؤوف الروح للسليمانية او البغداد شوين درست والكتاب الصادر من نفو صلاح الدين لا ما نوش على رئيس يشتام يعني دا ضيق صدر اصلتك يعني يشي ضيق صدر نعم انا محدد اصلتك الكتاب الصادر من احوال مدنية صلاح الدين ماذا يقول بشأنه الهويات مزورة الكتاب الصادر من دائرة رسمية مختصة بوفق السجلات التي لديها ماذا يقول مجرد تعرض الامور على المتهم اضطك على المتهم نعم اطالب بجواب بالنسبة للكتاب ماذا يقول المتهم بشأنه جاوب على هذا مستند على هذا ماذا اقول بشأن مستند هل هو مزور ام غير مزور يعني يريدني لا جواب يمك جواب عندك يريدني اكسرها بحظي واني ما اعرف من حدد لك طريقة الجواب الجواب عندك انا اقول الآن بامكاني ان اطلع هوية للاستاذ راوف اسمع اسمع للمحكمة اقرأ الاسماء وعم ما اكمل ما اكمل خلي يكمل مدهم وذا حقنا بامكاني الان واذا نجرب تجربة نطلع هوية للاستاذ راوف بعمر 25 سنة من بعد تخرجه من الكلية او اثناء تخرجه من الكلية سهولة سهولة روح واحنا واقفين طلعونا ياهل الهوية بس نجيب له الصورة للعمر اللي يريده فبإمكاننا نفعل هذا بإمكاننا نعم أن نفعل أن نأتي بأي كتاب من أي دائرة حكومية اختار لا على التعييد نعم نجيب له كتاب موقع من تلك الدائرة مزور عن شيء ما نعم وأنتو تعرفون هاي الحقيقة بل ياش تقبلون أن تغشون من جهدات غرض إن لم يكن أنتم أهل الغرض فتصورون أنه قضاءت مثلكم يقعدون ويظلمون حظهم يحكمون أحداث بالإعدام شوف الورق شلون أصفر شوف الورق شلون أصفر هسا أنا مو خبير نعم لكن من الورق هعرفو أي ورق ورق أصفر ورق أصفر وورق أبيض نعم على أي تحال أنا أعتقد كل هاي مزور نعم جوابي لهم أحياء نعم فإذن الأسئلة يعني ما أدري نعم نعم هذه القائمة نعم نعم فضل هذه قام بأسماء وفق جداول وتسلسل في قرار الإحالة الموقع من قبل المتهم صدام وتولدات شلوها ذني آه ذي ضيطعن بالتزوير أنتو ليش تأرضوها نعم أيضا كتاب الوسمي هو الهويات قال تزوير لا 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 قعم بيها بالتزوير أنا أقطع على صور بعد هو ذي ضيطعن بالتزوير وبالنسبة للكتاب كتاب الصادر من الأحوال المدنية في صلاح الدين المثبت فيه أعمار المحالين والمنفذ بحقهم وكلهم دون السن القانونية نعم يقول نعم أيضا أنا عندي شك كبير في أنه مزور نعم نعم موسيقى موسيقى موسيقى